ترجمة نانسي قنقر وهل سحب الدم يبطل الصيام؟ هناك أسئلة حول التبرع بالدم أو سحب الدم إذا كان هذا السؤال في ذهنك فإن الإجابة تنتظرك أدناه قبل توضيح هذا السؤال دعنا نشارك بعض المحتوى بأسئلة وإجابات مماثلة هل القيء يفطر الصيام؟ هل الغرغرة تفطر؟ هل يفطر اللعاب؟ هل تفريش الأسنان يبطل الصيام؟ هل أتش يفطر؟ هل ابتلاع البلغم يفطر؟ هل مضغ العلكة يفطر؟ هل المضمضة تفطر؟ التبرع بالدم في الصيام هل يبطل الصيام؟ هل يسيل الدم في الصيام؟ سحب الدم هل يفطر الصيام؟ وبحسب رئاسة الشؤون الدينية فإن إجابة هذا السؤال ونطاقه كالتالي التبرع بالدم هل يفطر الصيام؟ إذا كان عليك التبرع بالدم لأي سبب أثناء صيام شهر رمضان فقد أجابت رئاسة الشؤون الدينية عن هذا السؤال وهو أحد الأسئلة التي قد تتساءل عنها بينما تنص ديانت على أن صوم من يتبرع بالدم أثناء الصيام لن يفطر فإنها تنص على أن نزول الدم إلى الجسد يبطل الصيام لأنه يدخل في التغذية وتناول الطعام وهنا الرد الكامل من مديرية الشؤون الدينية صوم من يتبرع بالدم في رمضان لا يفطر ابن قدام المغني أربعة خمسون إلى اثنان وخمسون أما الدم في الجسد فيفطر لأنه يقع في الجسد في التغذية وأخذ الطعام وفي أحدهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم صوم من يحجم ففعلها من أخذ دم من جسده للعلاج وسحب منه دم الجسد لنفس الغرض ومن ناحية أخرى فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجامة في صيامه يقول معظم العلماء الذين قيموا هذين الحديثين معا أن الحديث الأول يجوز للحجامة أن يبتلع الدم وهو يمصه بآلة خاصة والحجامة معرضة لخطر الإفطار بسببه قد يصبحون ضعفاء بسبب التبرع بالدم وخلصوا إلى أن التبرع بالدم بالحديث الثاني لا يفسد الصيام